روسيا تواجه مشكلة سكانية وجودية واحد فقط من الأسباب هو انخفاض معدل الولادات إلى أدنى مستوى له في عقدين لكن المشكلة الكبرى لا تتوقف عند هذا الحد بل هناك الحرب الأوكرانية فمنذ اندلاعها قبل عامين قتل 150 ألف شخص في ساحة المعركة ورحل ما يقرب من مليون إنسان هرب من الخدمة العسكرية أو لأسباب أخرى عدد سكان روسيا انخفض إلى مدون 144 مليون نسم هذا العام بعد أن كان يزيد على 145 مليون في 2022 والمشكلة ستزداد حدة فمن المتوقع أن يتقلص عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010 بحسب تقرير لوستريت جورنال هذا التحدي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد إذ أفادت نحو 47% من شركات التصنيع عن نقص في الموظفين في يناير وهي أعلى نسبة منذ عام 1996 حيث تعاني روسيا من نقص في عدد العمال يصل لنحو 5 ملايين عامل بحسب تقديرات الأكاديمية الروسية للعلوم وعلى عكس العديد من الدول الغربية لم تجدذب روسيا أعدادا كبيرة من المهاجرين تكفي لتعويض شيخوخة السكان وانخفاض الولادات فمن المتوقع أن يتراجع عدد سكانها مثل عدد سكان اليابان والعديد من البلدان الأخرى خلال الفترة المتبقية من هذا القرن الرئيس الروسي وصف عملية رفع معدل المواليد بأنها أولوية وطنية وأعلن عام 2024 عام الأسرة وأصدر إعانات لمن لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر وتعهد بإنفاق ما يصل إلى 157 مليار دولار على إجراءات دعم الأسرة والأطفال على مدى السنوات الست المقبلة وقال إن المجتمع الروسي نفسه يجب أن يتغير أما أكبر زيادة في عدد سكان روسيا فجاءت في السنوات الأخيرة عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرن من أوكرانيا في عام 2014 مضيفة نحو مليونين وأربعمائة ألف نسمة